إذن مشاهدين مقاتلة الـ F-22 رابتور الشبح الأمريكية كانت من أكبر قفزات التفوق الجوي الأمريكي في السنوات الأخيرة قبل دخول مقاتلة F-35 إلى الخدمة تجهيز هذه المقاتلة للقتال الجوي أو الأرضي أيضا أثناء القتال الجوي تستطيع الـ F-22 ضرب أهداف قبل أن يتم كشفها من قبل رادار العدو بثمانية صواريخ متوسطة وطويلة المدى لكن للضرب أهداف أرضية تجهز بقنبلتين وأربعة صواريخ ولتعزيز قدرتها قدرة الشبح إذن جميع أسلحتها تحمل داخليا أي داخل إطارها دون مخازن خارجية هذا غير أن عدم وجود أي زوايا قائمة في تصميم الطائرة ومنحانياته الكثيرة يعكس شعاع رادار العدو في اتجاهات عدة بدلا من رجوعه إلى مصدر الرادار تكنولوجيا الشبح في هذه الطائرة متفوقة إلى حد أن واشنطن منعت تصدير المقاتلة لحماية أسرارها التقنية من دول أخرى حتى أبرز حلفائها أنتجت شركة لوكهيد مارتن نحو 190 طائرة تستخدم فقط في القوات الأمريكية وقررت إيقاف إنتاجها نهاية عام 2011 إذ واجه برنامجها عقبات كثيرة منها تكلفة تطويرها العالية التي وصلت إلى 66 مليار دولار وعدم موجود أي منافس لها من الصين أو روسيا أنذاك لتفرض تفوقها عليه فضلا عن تقدم برنامج تطوير طائرات الـ F-35 أكثر تنوعا وأكثر قوة أيضا شكرا